موسيقى أسد وفلاديمير بوتين فلننتظر ونرى هنا أولا سؤالي عن الموقف الفرنسي من الأزم السورية وثانيا هل الدور الفرنسي اليوم بحجم بيقدر يغير بمجرأ الأمور لا مش كتير لكن بسرعة ولاديمير بوتين أخذ موقف علني ومش رمزي فعلي بتأييد اليمين المتطرف في أوروبا نعم صار لسنا بحاجة لدليل مادة عن تدخل الروسي في دعم مارين لوبان مثلا بفرنسا صار هذا أمر لا جدا لا فيه نعم موضوع دعمه لحملة ترامب الانتخابي فيه أخذ وراد رغم أنه المرجح أنه يكون فعلا ساهم بإسقاط هيلاري كلينتون فبها المعنى بوتين أخفق بأوروبا وبأن يصبح مش بس قطب دولة مثل ما هو عم حاول يخرج من دوره كقطب قليمة عنده من بعض سقوط الشيوعية دور روسيا حسر بمداهل حيوي بوتين صار له ست سبع سنين عم حاول يخرج من هذه المساحة اللي فرضت عليه لكي يجعل من نفسه قطبا أقليميا وطبعا تدخله بسياسات الدول هذه والتأثير عليها بيجعل منه قطب أقليمي سياسته بسوريا قد يكون أحد دوافعها ربما يكون دفعها الرئيسي برح كنت عم ناقش مع خبير روسي بالعلاقة الدولية كان زارنا بالجامعة عم ناقش أنوية بعتقد قد يكون الدفع الأول لتدخل الروسي في سوريا هو أن تظهر سوريا روسيا للروس أولا وللعالم ثانيا أنها قطب عالمي أن في عودة للثنائية القطبية بعد فيه إمكانية بعد كل هذه السنوات صعب كتير لأنه لا تملك القوة الاقتصادية اللي بتسمح لها تكون قطب ولا قادرة تنسوا الشبكة العلاقات السياسية اللي كان سابقا الاتحاد السوفيتي شبكة ولا عند أدر على استخدام قوة العسكرية مثل ما كان الاتحاد السوفيتي قادر يهدد بالقوة العسكرية الأوراق التي تمسكها روسيا في المنطقة ألا تجعل منها شريك بحكم الضرورة طبعا بالنسبة لسوريا أكيد وبالنسبة لبلدان عربية أخرى لا شك بس هذا يعود ليس فقط لأنه عم تصبح أكثر فأكثر قطبا بال يعود بالدرجة الأولى لإنكفاء السياسات الغربية الأمريكية أولا إنكفاء أوباما عن المنطقة اللي هو أمر لا جدل فيه تغير اليوم الوضع تغير من يعيش يا ربنا ننتظر شوي لنشوف إذا تغير لكن الفراغ اللي أحدثوا هذا الانتفاء أعطى لروسيا دورا أكبر في سوريا وفي غير سوريا لكن خاصة في سوريا جوابا على سؤالك الأخير فرنسا فرنسا كمان والدول الأوروبية الأخرى انكفأت أصلا دورة كان محدود لأن الولايات المتحدة كانت تتحكم بالسياسات المؤثرة في المنطقة العربية لأسباب عديدة بتتعلق بإسرائيل بتتعلق بإيران بتتعلق بنفوذة الاقتصادية بتحالفات القديمة مع الخليج اللي كان دايما الدول الأوروبية لاعب ثانوي مثلا بفلسطين دول الأوروبية بتساهم لما إسرائيل بتعتدي على غزة بتجي الدول الأوروبية بتساهم بإعمار غزة لكن ما بتقدر تلعب دور كتير أكبر من هيك بسوريا دول الغربي فيها فرنسا لعب الدور بيفرض بعض العقوبات على بشار الأسد وأنصاره تلعب دور بالحديث عن انتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان اللي بيقوم فيها نظام بشار الأسد بتشارك بالعملية العسكرية ضد داعش لكن هي شريك ثانوي ثانوي هلأ الدور بالنسبة للدور الأمريكي المنطقة والمملكة العربية السعودية تحديدا تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول زيارة له بعد توليه الرئاسة إلى خارج الولايات المتحدة أولا قبل ما نحكي عن شو بده يعمل بالسعودية ماذا يعني أن يخصص ترامب السعودية بأول زيارة خارجية لا يعني واضح المعنى أنه ترامب بخلاف أوباما اللي كان يميل تدريجيا عن تخلي عن هذا التحالف التقليدي اللي قام من أيام الملك عبد العزيز وروزبالد بده يتخلى عنه كان أوباما هو بده يستعيد هذا التحالف لسيما أنه هو داخل بمواجه مع إيران فإذا عم يقول المملكة العربية السعودية هي حليف كما كان بالماضي وحليف في مواجهة إيران شريك في مواجهة إيران هذه الرسالة الأولى الأمر الثاني اللي لا يقول أهمية عن الأول واللي هذا ظهر أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان اللي هو وقت المتحدة الأخيرة أن السعودية دخلت بشراكة مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات شراكة بتعني تقديم المساهمات المالية في مشاريع أمريكية كبيرة مش بس بس اقتصادية عسكرية كمان نعم خلال وجوده بالمملكة سيحضر أربع كمم سيشارك بأربع كمم كم مع الملك السعودي كم خليجية كم عربية وكم إسلامية يعني هي حال غير مسبوقة أن تعقد مثل ما قال خليل الخوري بالشرق أربع كمم مع رئيس لا يعتبر بلده عضوا بثلاث منها يعني هيدا دليل على المدى يلي ممكن تبلغوا العلاقات السعودية الأمريكية ممكن لكن كمان ترامب بنفس الوقت بعد منع يروح على إسرائيل يعني لا يقول أنه التحالفات تقليدية تبع الولايات المتحدة رغم كل ما قال أثناء الحملة الانتخابية لم تتغير بالنسبة للموطن لازالت إسرائيل حليفة نعم ولازالت ملتزمي حماية أمن الخليج يعني هؤل رسالتين نعم هذه لا تنفي تلك يعني ما بيتعارض بالنسبة للإدارة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية صحيح صحيح هيك بيشوفوا الأشياء بواقع الأمل مع أنه أول موصل الرئيس الأمريكي كانت أول قرارات لإله بمنع رعاية دول عربية بعض عدد من الدول العربية من الدخول إلى الولايات المتحدة يعني صحيح وفشلت هذه السياسة فشلا ذريعا ليس بسبب مقاومة الدول العربية ودخلية أمريكية دول عربية كانت صامتة والبعض منها يمكن كان مؤيد لهذه السياسة الخرقاء العنصرية حيال المسلمين لكن لحسن الحظ في قدار بالولايات المتحدة وفي شخصيات بالمجتمع المدني إذا بدك بالولايات المتحدة اللي ما بتقبل يعني هذا النوع من التمييز بين الناس على أساس انتمائهم الديني أو على أساس الجنسية بالموقف الأمريكي أيضا من الأزم السورية جريدة الحياة تنقل عن مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى بإدارة أوباما أن من مصلحة روسيا وأمريكا ترتيب الأجواء وتحسين التعاون لأن أي تصعيد سينعكس سلبا على الأمن الدولي والقضايا الحيوية تحسين التعاون هل سينعكس بالعكس إجابا على أزمة المنطقة وتحديدا سوريا؟ يدفع إلى حل حتى الآن إذا في تعاون حقيقي ما زال الروس يمسكون بمفردهم بالعملية العسكرية وسياسية سيزور لفروف واشنطن أستنى كانوا الأمريكان فيها بحقيقة الأمر غائبين موجودين جسديا لكن ربما بعد عملية مطار شعيرات ربما تكون عملية مطار شعيرات إنذار إشارة أو إنذار للروس لكي يأخذوا بالحسبان أن الولايات المتحدة شريكا لهم الروس بيريدوا الولايات المتحدة تكون شريكة للسبب اللي ذكرته في البداية لأنه إذا كانوا هن بريدوا يبينوا للعالم أنهم قطب لازم يكون في قطب تاني يعني هون الكلام المسؤول الأمريكي قتع لخلقية ديارة مرتقبة لوزير خارجية روسيا إلى واشنطن للقاء ناظير الأمريكي من أجل هذا الموضوع هنشوف لا تتوقع الكبير نعم ما بعرف بما يتعلق بلبنان وأيضا الأزمة السورية اعتبر النئب وليد جملات اليوم بالأخبار أن ما جرى ويجري بسوريا يتم تحت شعار لم يتغير من الخطاب الأول لبشار الأسد عام 2011 وحتى الآن وهم محاربة الإرهاب أداش رح يدبقى النظام السوري قادر يقنع العالم بسوابية بقاءه لأجل هذا الهدف لا هو يعني قدرة النظام السوري على أقناع العالم ضعيف كتير لكن العالم ما أعطى نفسه الوسائل للضغط على بشار الأسد أو إلى إزاحة بشار الأسد ما أعطى نفسه أم لم تكن لديه نانسوا أحيانا لم يمتلك وأحيانا لم يعطي نفسه القدرة على الإمتلك لكن مش مسألة مسألة أقناع العالم باعتقد العالم ولا مرة يعني اقتنع بأنه صراع بسوريا هو بين النظام والجماعات العرهابية لبل بالعكس الكل بيعرف أنه للنظام دور بصعود الحركات الإرهابية وأحيانا ببعض الحالات بقيامها يعرف ذلك طبعا إذا أنت وأنا بنعرفه الدول الغربية بتعرفه كمان لكن طبعا في مسألة بالنسبة للدول الغربية مهمة أنه بيعتبروا داعش هو العدو الرئيسي وفي البعض منهم ميالين مش البعض منهم أكثرهم ميال لتأجيل أو الاعتبار لتأجيل علاج مشكلة سوريا الإجمالية لأنه ما فيه صورة واضحة للخلاف لما فيها استمرار بشار الأساد أو ياما تأجيلها ياما اعتبارها أمر ثانوي الأساسي هو هزيم الداعش لكن في علاقة بين اتنين تصوري بكرة إذا حصل وهزيم الداعش في شرق سوريا في الرقة وجوارها مي بدي يملأ الفراغ اللي بديوا يحدثوا هزيم الداعش لا يمكن ملأ الفراغ بطريقة منتظمة سلمية لا تهدد بالمزيد من الانفجار ما لم يكون هناك حل سياسي لسوريا طيب هنا عدم اتضاح صورة الخلف لنظام الأسد سبب من الأسباب يعني الخوف مما قد يأتي وهون قديش المعارضة السورية تتحمل مسؤولية تشتت لا الكل بيتحمل المسؤولية والمعارضة السورية طبعا تتحمل المسؤولية والمعارضة السورية معارضات في مجموعات مسلحة أحيانا بسلوكها بتخدم النظام نعم يستفيد من لكن الحل السوري الناس بتنسى يعني حل الأزمة السورية بسيط بمعنى ما نقال بجناف واحد ذكر به بفييننا بالقرارة 2254 هو قيام هيئة حكم انتقالي هل سوريا تتجه للتقسيم؟ يعني النائب وليد جمبلات بيقول انه بتذكر دايما اللي كان يقل له يا رئيس الأركان حكمة الشهابي رحمه الله بأيار عام 2011 وكان لا يزال بسوريا يعني قبل ما يتوفى بأمريكا بالعام 2013 قال له لا تنسى ماذا قلت لك عن تقسيم سوريا شوف اللي حصل بالأستاني مؤخرا يعني تحديد مناطق من أجل تخفيف التوتر فيها يضمر بنظر الكثيرين تقسيم سوريا لمناطق النفوذ بدنا ننتظر لنتأكد من ذلك لطبيعة الحال صار بواقع الأمر بسوريا في مناطق نفوذ مختلفة في مناطق فيه نفوذ تركي في مناطق فيه نفوذ كردي في مناطق فيه نفوذ أردني غربي في مناطق فيها نفوذ كبير للنظام هذا أكيد إنما هل وجود مناطق النفوذ هذه سوف يؤدي إلى تقسيم سوريا أم أنه حين نصل إلى موعد التسوية السياسية سوف يأخذ بالحسبان وجود مناطق النفوذ هذه وتبتدع صيغة سياسية من المركزين موسع أو غيرها ترعي ذلك هذا أمر من السبق لأوانيهم هل هل أمر من شأنه تسهيل لمهمة حل النزحين السوريين أم العكس؟ بالعكس مش مبين أبدا أنه بسهل لأنه هلأ عم بين حكى عن مناطق آمنة يعني أنه يرجعوا النزحين تخفيف التوتر ببعض المناطق لكن هذا مش كافي لأنه أولا اللاجئين سوريين مش بالضرورة كلهم هجروا من هذه المناطق التي يجري اليوم الحديث عن تخفيف التوتر بها بيأخذ مثلا منطقة القلمون والقصير وصولها إلى ريف حمص هذه المنطقة اللي فيه منها عدد كبير من اللاجئين سوريين موجودين في لبنان هذه المنطقة أفرغت من جزء كبير من سكانها وفي قوى سياسية متحكمة بها سورية ولبنانية وما عاد إليها اللاجئون وما أعيد إليها اللاجئون بالعكس فيه ناس بدهم بيفكروا يعني كانوا يفكروا والآن صمتوا عن هذا التفكير أنه هؤلاء الناس اللي أصلوا من هذه المناطق من عملهم ترانسفير بيأخذوهم على ريف إدلب على مناطق تانية لفتني تعليق لك قبل فترة على تويتر بموضوع النزوح السوري وكأن عندك عتب على كيفية أنه كيف عم بتم معلجته بأي شعارات وبأي تعبير عتب كلمة لطيفة لحتى ما أقول شي تاني عتب كلمة لطيفة شكرا شكرا أنا هذا موضوع بهمني كتير بالجامعة عندي فريق بحثي بيشتغل على موضوع اللجوء السوري إلى لبنان بأعتقد باختصار يعني لبنان يحتاج إلى سياسة أوضح لم تتبلور بالمؤتمر الأخير حتى الآن لم تتبلور في ظنيه تانيا أهم من أن تكون أوضح تكون سياسة قائمة على النظر بعينين اثنتين ما بيكفي ننظر للوجود اللاجئين السوريين بعين واحدة من زاوية العبء 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 هو عبء صحيح لكن كيف ممكن ما بدي أستخدم كلمة فرصة لكن كيف ممكن تخفيف العبء بسياسة مختلفة خطة الرئيس الحريري في بداية التراحات لكن في شي تاني مهم في أنه ضرورة مواجهة على صعيد القيم على الأقل وبالسياسة لهذه التيارات الأنصرية حيال اللاجئين السوريين طبعا كل بلد بيتعرض لهذا كم من اللجوء في مليون ومئة ألف لاجئ سوري هذا عدد كثير كبير نسبة لعدد سكان ولبنان تحمل لم تتحمله دولة أي دولة أخرى بالعالم لا خلاف على ذلك لكن هذا ليس مبررا لتأجيج مشاعر العداء لألون وتحميل السوريين وزر مشاكلنا نحن لأجل ذلك مش السوريين مشكلة بيطالة بلبنان مشكلة أبل اللجئين سوريين وأكبر من اللجئين السوريين وليجوز ما بلشت الحديث ولا يجوز تحميلهم هم يجعلهم تبش فداء من أجل ذلك استشهدت بمقاله البابا فرانسيس لكاتوليك مصر ليس عليكم أن تدافعوا عن حقوق الآخرين بنفس القوة التي تدافعون فيها عن أنفسكم هون للمسيحيين وبذكر بالضبط وبذكر شو قال البابا كمان عن اللاجئين بتكلم تستشهدي بهذا البابا قال ليس اللاجئون السوريون خطرا بل هم في خطر هن اللي بخطر مش نحنا بشكله خطر بشكله خطر علينا هذا موقف أخلاقي صحيح مش موقف سياسي بفهم أنه بالسياسة تتعامل مع المشكلة بوصفها مشكلة ما فينا كل الوقت بقوة الأخلاق نعالج المشاكل بس ما لازم ننسى الموقف الأخلاقي وأنا بخاف على اللبنانيين أنه ينسوا الموقف الأخلاقي تحت غمرة الشعارات الشعبوية خلينا يعني ما فينا ما نسألك عن لبنان شوية رأيك في ما يجري اليوم على سعيد الأنون الانتخابي تحديدا إنما بعد الفصل